السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مركز تدريب كلاب الحرصة ابدا بنور معاك كابتنا بنور كل صلاة وانتوا طيبين يا جماعة يا اوي كل الناس اللي صايمة في الحر ربنا يا اوي كل واحد ربنا يا اوي كل واحد تعبان وشعيان الريومين اللي احنا فيهم دولت وبالذات في النار دي طبعا يا جماعة النهاردة بنعايز نتكلم على موضوع مهم من اول النهار خدنا تلفونات كتير الكلب مهمد الكلب داخل الكلب رجع دم الكلب جاء له احتباس حراري طبعا يا جماعة دي مشكلة كلنا حنعاني منها الايام اللي جاية فلازم انت تحرص اول حاجة تعملها واو عتنسى ان دي روح انت مسئول بيها انت مسئول بيها يوم الايامة قدام ربنا حيحاسبك بيها اي واحد مرب كلبها يا جماعة يا ريت يحرص يا ريت ما يهملش كلنا بنتعب وبنشأ عشان الكلب اللي عندنا ده نحرص عليه والكلب ده انتوا شايفين الكلب قدامك قاعدة مهمدة يعني احنا كمان في التدريب بنشتغل طاعة في اماكن مفتوحة وهوة وكلام من ده وفي نفس الوقت الكلب بيبقى مهمة فاحنا لازم بنستحمل الكلب من انتكاش عليه ومن انتغطش عليه في الشغل الشراسة بنتطر ان احنا في ايامة جماعة من اول الحر بنلغي في ايام ما منشتغلش فيها شراسة خالص يعني ما تسألنيش على كلبك تقولي الكلب فين صوره والشراسة والفيديوهات لا ما تسألنيش لان احنا في شغالين في يومين لو كلب هابها بشوية ممكن الكلب ده يسرع مننا ويموت وهو واي بنضطر ان احنا نحفز على الحياة ده جماعة فيا ريت الناس اللي عندك لها دي حلقتنا النهاردة المهمة اللي حنتكلم عليه يا ريت الناس اللي عندك لها بتحرس عليها ابعد عن السطوخ خالص اهتم بالمية اهتم كل شوية حمى اه لو طلعت فاجئة لقيت كلبك على السطحة او في اي مكان حر مغمى عليه او دايخ او بيتلع في الروح او كلام من ده حرس حرس اوعى تجيب مية وتكب فيه دماغه وتكب عليه في ناس عملت كده النهاردة ياما كتير يا جماعة بس طبعا احنا ما كناش نزلنا فيديو عن الموضوع ده قبل كده والناس مش عارفة اليومين اللي احنا فيهم دولت في مرض بييجي طبعا من الكلاب وهو مش مرض ولا حاجة عبارة عن موت مفاجئة اسمه اختباس حراري ده عبارة عن موت مفاجئة للكلب الكلب بيغمى عليه فجأة ويموت مرة واحدة فحرام لما انت تبقى معاني ودفع فلوس وصارف وندرب وعامل وكلبك يروح منك فجأة وتكون انت السبب كمان بايدك يعني ربنا هيحزبك بيوم الايام فياريت يا جماعة اي واحد عنده كلب حطه على سطح ينزل الكلب في الدور ارضي ينزل الكلب في مكان فيه رتوبة دايما جردل المية قدامه وصيبك من اي ما تسمعش لاي حد حتى لو احنا كنتكلمنا قبل كده وقلنا الشرب بموعيد لا الايام دي نلغي الكلام ده خالص متماشيش بقانون يعني دايما خلي جرد المية قدام الكلب يشرب منه دايما المية دي تتغير عشان المية بتسخب اهتم بالكلب اهتم بالرطوبة اللي حوالين الكلب اهتم بدرجة الحرارة اللي حوالين الكلب لقيت كلبك مغمى عليه تجيب ازازة مية وتنايم الكلب في اي مكان رتك ما يكونش في حر وتكبه على رجليه الاول انك تكبه على رجليه ان المكان الوحيد اللي بيعمل تبريد للكلب هي بطن رجله فطبعا كلكم يا جماعة اهتموا بالحاجات ديت واللي عنده كلب يراعى ربنا فيه ويقرأ ويبقى عارف انت نفسك من تشتايق يعني انت لما بتتبحران شوية بتجير على الحنفية بتفتح المية تحط دماغك تحت الحنفية بتاخد دوش انما الكلب مش هيعرف يعمل كده الكلب انت ربطه ومكتفه فلازم انت تهتم الكلاب اللي احنا شغالين معاه كل شوية بنشغل خرطوم مية ونرش عليهم في المكان اللي هم فيه فطبعا يا جماعة لازم تراعوا ربنا في الحاجات ديت وتهتموا بيها عشان انت متتحسبش على الحاجة ديت وترجع تندب وتخسر فلوسك اللي انت صرفتها عليها النهاردة من المركز التدريب عندنا طبعا مجموعة كلابنا حب نعرفكوا عليهم ونعرفكوا على شخصياتهم ايه وبعد كده كل يوم يا جماعة فيه مدونة لنا الموقع لنا على بلوجر هنصور كل كلب من الكلاب اللي بتجينا وحنكتب شخصياته ايه ونكتب اسمه ومواصفاته وسنه تمام وحنكتب كل حاجة عنه فطبعا حضرتك برضو لو حابب ان انت تشوف كلبك هتخش على الموقع بتاعنا على بلوجر اللي احنا دايما بنحط اللينك بتاعه في الوصف تحت الفيديوهات على اليوتيوب تمام هتخش وتشوف الكلب بتاعك وتشوف وصل لايه وتشوف الكلام دي كله عبارة عن صور وعبارة عن حاجات كتابية كل كلبة هنكتب به تقرير يومي عن شغله تمام وانت كمان لو انت مش 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 عارف تتابعنا على اليوتيوب حتتابعنا على بلوجر بإذن الله دي حاجة جديدة احنا هنعملها من النهاردة بإذن الله ومدلم كل كلب من الكلاب اللي بتتدرب عندنا حيبليه تقرير يومي عن الحركة بتاحته هنعمل ايه عن وصل لايه عن شغله النهاردة ايه كانت جديد عن العلاجات اللي خد عندنا عن الحاجات دي كلها تمام وهننزل على بلوجر الحاجات دي ت damit habONA اك病ه بإذن الله يبقى انت لو الحاجات دي ما نزلتش على اليوتيوب حتشوفها على بلوجر المهم ان احنا حسسك ان كلبك موجود عندك في البيت ما هوش بعيد عنه باذن الله بمشيط ربنا اليام اللي جاي النهاردة طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين معلش الكلاب مهمدة خالص في مراوح شغالة في حاجات زي كده بس طبعا برضه مهما كان الحر الكلاب ده مصيبة وبيسبب لهم اضرار وبيسبب لهم انه يتعب جسمه معانا بب 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 بس ايه بب يا جماعة طبعا الكلب بسم الله ان شاء الله هو في حدود السنة ايه الكلب ده كان جاينا بس ايه جاينا في التدريب بتاعه الحمد لله بدأ ان هو يتحرك بس يا سيزر ايه بس بدأ ان هو يتحرك بب تمام بدأ ان هو يشتغل معانا الحمد لله في برضه جاك تمام ايه جاك ايه هو الكلب ده كان جاي خواف خالص ايه ما عندهش رغبة في الهجوم والكلام ده كله بس احنا شايفين ان النقطة الحركة بتاعته بدأت تشتغل معاه بس طبعا يا جماعة احنا ما بنشتغلش شراسة بس ايه بس ما بنشتغلش شراسة بابل الفطار بنشتغل بعد الفطار عشان بس تكون من الجاوه برت شوية وفي ايام ما بنشتغلش وده سبب ان الكلاب الدفع اللي جاينا دي كلها هيحصل في الات اخير بسبب الحرة جماعة زي ما كنا برضه في الشتاء الدنيا كانت بتشتعلنا بره فكان بيحصل تاخير في الدفع برضه اللي عندنا فانت حضرتك ما تقلقش على كلبك كلبك احنا اضربه منك كمان ومسؤولين عنه ان احنا نقدر نشوف مشكلته هي ونقدر نحله ادي يا جماعة ده بالنسبة لجاك وبالنسبة لبوب طبعا الكلاب انتو شايفين ان هي مهمدة خالص ما ينفعش لو اشتغلت مع كلب شراسة دلوقتي يبنا بنحكم عليه حكم بالاعدام فالكلب بنسيبه خالص في مراوح شغلة في ايه كلام ده كله تبريد تمام؟ وبقى يدوبك كل ساعتين او حاجة بنجيب خرطون ميا الرش على الحيطان والرش الاماكن اللي هي حواليه ده عبارة عن كله تبريد يا جماعة سيزر طبعا من الكاهرة الكلب ده طبعا كل الناس عارفها سيزر كان جاي جبان جدا وخواف جدا دلوقتي الحمد لله بقى راجل خالص حتى عدى مدة التدريب بتاعته ودخل في الهقامة تمام؟ دلوقتي بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك الاصحابه يا رب معانا برضو اسكندر كلب بسم الله ما شاء الله عليه كلب جيرمان بلاك تمام؟ فالكلب ده جماعة خلي الكاميرا عليك اسكندر كلب جيرمان بس الكلب ده كان جاي مشكلته انه كان عنده ده النايمة تمام؟ الحمد لله عملنا له دعامة وحنسيب الدعامة دي في فترة التدريب بقى السعيب حنسيب الدعامة في فترة التدريب كلها تمام؟ وحيبقى تمام التمام بإذن الله وبمشيط ربنا سيزر بقى يا جماعة ده بنسميه الكلب الميح خالص وده مشكلة طبعا كل الناس كل اغلبية المدربين بيعانوا مناه وانت بتعمل المشكلة ديت كصاحب كلب وما انتش حاسس ان بيتمشي ورا ناس يقول لك احبس الكلب في قوضة واحبس الكلب في مكان ما يشوفش حد عشان الكلب يبشرس وده اكبر غلط ادي رد فعل حبسة الكلب الكلب بيبقعد مالوش دعوة بحاجة مالوش دعوة باي حد يتحرك قدامه مبيتحركش مبينطقش خالص الكلب ده احنا اشتغلنا معاه يوم واثنين وثلاثة الايام اللي فاتت ديت الكلب قعد خالص بس انا برضو هكمل مع الكلب ده لدرجة النهاية واشوف رد فعله ايه بدأ ينتقى معانا حسنا فيه بدرجة ان هو يقول معانا هنكمل معاه ما حسناش فيه هنضطر ان احنا نتصل هنضطر ان احنا نتصل على صاحبه ونسلمه له فبإذن الله بمشيت ربنا سيزر هنجيب بإذن الله نهايته الاسبوع ده نشوف لو في حركة فيه بإذن الله هنضطر ان احنا نتصل على صاحبه ونسلمه الكلب علشان ايه يبقى عارف عيوبه ايه وهو يبقى عارف ان هو سبب ان الكلب عمره ما هيتقدم بإيده هو معانا طبعا سنبا معانا سنبا يا جماعة سنبا ده من محافظة البحيرة كلب بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يبارك لاصحابه الحمد لله بيقول معانا شغال كويس معانا في التدريب بإذن الله هنتقدم به المراحل كويسة برضو رؤي جاي تدريب حراسة بس رؤي كلب على فكرة كلب جميل خالص ايه نعم ومش مستوعلي بس كلب راجل خالص وكلب يجدع وكلب بينفز وكلب بيعمل كل حاجة طبعا ربنا يبارك لصاحبه فيها رب بإذن الله هيتبقى تمامت تمام بندق كلب برضو الكلب ده جماعة كنا نجي نحط ودنا عليه كده كان يخافوا ان يحط دماؤه في الارض فمعنى كده ان كان في حد عند صاحبه بيعمل حاجة مع الكلب ده لما يحط يده عليه الكلب كان عنده رهبة من اللي واقف قدامه دلوقتي خد الثقة في نفسه الحمد لله برضو الكلب ده لسه جاينا قدامه شهر تمام ويخلص التدريب بتاعه رؤي ده من محافزة البحيرة بتاع واحد حبيبنا برضو رؤي بسم الله ما شاء الله بيخلص تدريبه بنشطب اليومين دولت معاه بتاعه في الشراسة مسك الدراع مسك العصايا مسك الاماشة مسك كل حاجة الكلب بيهجم بالكمامة بينفز تمام بينط من على النار الحاجات دي كلها وطبعا الجماعة الدفعة اللي فات بدي كلها دي كلها جديدة لكن معادة سيزر ومعادة رؤ دولت اللي بياذن الله بمشيط ربنا يعتبروا خلصهم بس سيزر كنا قلنا من حافزة الكاهرة دخل في إقامة صحابه وعايزين يععدو عندنا لحد فترة رمضان ما يتخلص وبإذن الله يجيوا يستلموه حيستلموه بإذن الله يبقى شغلنا رضيهم بإذن الله معانا روك تمام روك من محافزة كافر الشيخ كلب جريد دان كلب بسم الله مستقوى كويس مسك برضو اشتغل معانا اشتغل معانا كويس بدأ يلبس الكمامة ويهجم بيها واخد الطاعة بتاعته انجليش تمام التمام في الطاعة كويس مية مية تمام فالحمد لله التدريب بتاعه بقى تمام واخدت الكورس الحراسة بتاعه بيلبس الكمامة ويمسك العصاية وبيهجم ويمسك السلاح والكلام ده كله بس فاضل شوية فنش عنده في الشو وحنسلموه لصحابه بإذن الله معانا طبعا كلاب تانية برضو يا جماعة مويونا معانا بس طبعا بنانا عن رجبات صاحبه مش عايزينها مثلا تنزل في الفيديوهات بلهم الحرية الشخصية تمام فادي يا جماعة الشغل اللي عندنا بس طبعا معلش تستحملونا لو اتأخرنا عليكم اوه هتنسوا الحر اللي احنا فيه ده احنا مش قادرين نشتغل والكلاب كمان مش قادرة تشتغل لان طبعا مش هنموت كلبه عشان نخليه شارس مش هندخله في مرحلة ان هو خلاص لازم يبقى شارس عشان صاحبك يبقى راضي يبقى انا ندخلك في مرحلة ان ان انت مش قادر ياريت الكاميرا تيجي على الكلاب وتباين الكلاب قاعدة عاملة ازاي الكلاب كلها قاعدة مهمدة مهمدة معناها من الحر اللي احنا فيه الكلاب ديت يا جماعة بعد التصوير ده هنضطر ان احنا نرشلهم مية عليهم تمام علشان تعمل نسبة برودة في الجسم شوية اتبرد الجسم شوية لان دلوقتي لو اشتغلت شارسها باذن الله ومشيت ربنا الكلاب دي كلها هتهمد مني فمش هينفع يا جماعة الكلام ده فادي يا جماعة بشيرنا معكم كل واحد شاف كلبه ايه وعرف نظام كلبه ايه سيزر اللي احنا تكلمنا عليه مش سيزر الاول مش سيزر اللي هو بتاع الكاهرة لا سيزر التاني يا جماعة اللي هو الكلب الاحمر ده سيزر تعبنا معاه فعلا يومين ثلاثة في اول التدريب بس احنا غيرنا المعلومة قلنا ممكن تكون مسألة وقت بس اللي عرفنا من ساحبه واستفسرنا عنه عرفنا من ساحبه واستفسرنا عنه ان هو ما كانش بيقرب الكلب من اي حد الكلب على طول مقفول عليه بعيد عن اي حاجة تمام ما بيشوفش حده قدامه مالوش دعوه باي حد زي ما انتم شايفين في ساعة الشراسة الكلاب كله بتشتغل مع هدا هو قاعد كده هنحاول معاه ومش هنأثر معاه عشان برضو شغلنا يبرادي صاحبه وحنشوف اخره ايه كده كده مش كده عايز يدربه طاعة بس مفيش مشكلة عايز يدربه عايز يوقف التدريب مفيش مشكلة لكن معلش يا جماعة انا مش هنضيع وقت شغل ناس وحاجة ناس برا علشان كلب واحد انا حنعمل قدام ربنا مع الكلب وحنشتغل مع الكلب تمام وحنشوف مشكلة الكلب هنحاول نحلها له لكن بإذن الله بمشيط ربنا ربنا يقدرنا والكلب يتغير خالص ويرضي ساحبه تمام لكن لو الكلب متغيرش مش هنقدر ان انا نتين واقف جنبه محلك سر لان معنا ان نزود وقت للكلب فيه فلوس هتزيد على الكلب فيه حاجات من ده هتزيد على الكلب لان الكلب قاعد بيأكل وبيشرب ورعاية وكلام من ده فطبعا دي يا جماعة حاجات اننا حنضطر فيه كلاب عندنا لما بتجنه لو هو عنده مشكلة احنا ممكن نحلها له كل حاجة لكن فيه في طبق الكلب نفسه دي حاجات بتبقى صعبة على المدرب بتحتاج وقت طويل والمشكلة ان مفيش حد يعني بي ايه فيه نقطة تشجيع منك مثلا لا ماشي انا معاك اعمل ايه اتعايز تعمله الصح فدي حاجة بترجع فاحنا بننتصروا بصحاب الكلب بنعرفهم والله المشكلة عندنا كزا 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 نكمل ولا فهو هو ورده هو فعله يشوف حيقول لنا ايه من فترة يا جماعة كان عندنا كلب حابين نتكلم عن الموضوع ده كويس من فترة كان عندنا كلب اسمه جاك الكلب ده كلب بلاك كوت جيرمان تمام الكلب ده كان مشكلته ان هو ما بيهجمش يعني الكلب ده من بعيد هو لابس الكمامة كان بيهجم قبل المهاجم AA لكن اساعة المينطلع علي المهاجم لا يلمسوش خالص decided to work with that هذا ما شهر وفي خلال الشهر حاولنا نعرف umd الكلب هي خايف من المهاجم. لو من بعدي ا و разработ نفسه يجيب و يجيب و رقي ما يقرب منه مفيش هجوم حاولنا نعرف من صاحب الكلب كل ما نسألو يقول لنا لا ما basics الكلب لم حصلوش حاجة في حاجة حصلت مع الكلب ل Avant هكذا قبل من الكلب لم حصلوش حاجة الكلب تماما تماما يعرف كمرة ما اوصلنا مع النتيجة في بعض الشهر ونصف علشان نوصل مع الكلب النتيجة لقنا صاحب الكلب يقولنا ان يضرب كل يوم ب Nej ساعة المكنسة عالسطح بسبب ان كان في حد بيطلع عالسطح مثلا بيصلي والكلب بيهرب منه وساعة ما يهرب بيجي دربه بعساعة المكنسة اصبح الكلب خاد عقدة نفسية من اي حد يهرب له لازم الاول يشمه الكلب بيحطت في دماغه ان اي مهاجم قدامه هو الحد اللي كان بيضربه بعساعة المكنسة فطبعا يا جماعة دي سلوك في الكلب اصبحت ان الموضوع كده تحول من تدريب لتحسين سلوك بس عيه الموضوع تحول من تدريب لتحسين سلوك فطبعا جا صاحبه قال خلاص قلنا له هل نكمل قال لا خلاص انا هناخده قلنا له خلاص لك الحرية الشخصية طبعا دي دي حاجتك حاجتك عندنا دي امانة احنا محافظين عليها في اي وقت لازمات تفضل خدها احنا موقفين شغل كتير علشان حاجتك دي احنا منشتغل معها بس عشان حاجتك دي احنا منشتغل معها فياريت الناس تبقى مقدارة الموقف ده وكل سنة انتو طيبين يا جماعة وحرسوا على كلابكم الشمس امانة عليكم يعني لو في واحد واقع وواقع وكلبه حصل له حاجة الله يعود عليه بس الناس التانية اللي عندها كلاب ياريت تحرس لان فعلا النهاردة في كمية كلاب كتير راحت هنا في مصر كمية كلاب كتير ماتت كمية كلاب كتير جلل الاحتباس الحراري واسحابها بيعانوا من المصاريف اللي حاسفوا عليه فجماعة ربنا يوفقكم ويبركلكم في حياتكم وكل سنة وتطيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته